السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النجاح في الرياضيات للسنة الخامسة التدائي إذن اليوم لدينا الصفحة 74 من كتاب النجاح في درس القوى 2 و3 مربع ومكعب أعداد صحيحة طبيعية إذن ننتقل إلى الصفحة 74 ونبدأ بالتمرين الخامس هل المتساويات التالية صحيحة؟ إذن نذكر بأننا تطرقنا في صفحتين السابقتين لدرس القوى وقلنا بأن القوى هي ضرب العدد في نفسه عدة مرات وليس جمع أعداد من نفس النوع ثم قلنا بأن العدد القوى يتكون في كتابته على شكل قوى من أساس وأس وكذلك يمكن أن نحول الكتابات الضربية إلى كتابة على شكل قوى وكذلك نحول قوة إلى كتابات ضربية ويمكن أيضا حساب تلك القوى وحسابها عددا نهائيا إذن السؤال هنا هل المتساويات التالية صحيحة؟ إذن هنا قد نحسب الطرف اللود المتساوية ونحسب الطرف الثاني ونتأكد من ذلك إذن لدينا التمرين الخامس إذن سنأخذ إثنان مربع زائد إثنان مربع ثم نحسبها وبالمقابل سنحسب إثنان مكعب إذن إثنان مربع يعني أربعة زائد أربعة يعني تساوي ثماني وعندنا إثنان مكعب يعني إثنان في إثنان في إثنان ثلاث مرات يعني ثمانية فعلا إذن هذه المتساوية تحققت إذن وجدنا نفس النتيجة إذن هذه المتساوية فهي صحيحة ثم لدينا ثلاثة مربع زائد ثلاثة مربع زائد ثلاثة مربع إذن نحسبها وفي المقابل سنحسب ثلاثة أو ثلاثة مكعب ثلاثة زائد ثلاثة مربع تسعة زائد ثلاثة مربع تسعة زائد ثلاثة مربع تسعة يعني النتيجة سبعة وعشرون ثم ثلاثة مكعب هي ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة ثلاثة مرات يعني كذلك سبعة وعشرون لأن ثلاثة في ثلاثة تسعة تسعة في ثلاثة سبعة وعشرون إذن هذه المتساوية هي الأخرى كذلك صحيحة إذن المتساوية الأخرى نفس الشيء لدينا أربعة مربع زائد أربعة مربع زائد أربعة مربع زائد أربعة مربع إذن يعني ستة عشر زائد ستة عشر زائد ستة عشر زائد ستة عشر تساوي أربعة في أربعة في أربعة أربعة في أربعة ستة عشر في أربعة إثناء أربعة وستون إذن نفس الشيء تحققنا وبالتالي وجدنا على أن هذه المتساوية كلها صحيحة 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 إذن السؤال با أتحقق أنه إذن هنا يا شنوك اللحظة عليش هذ المتساويات كيجوم حقا إذن نحن هنا ما غديش نشتغل كما درنا هنا ها كيفاش غادي نشتغلو ستة مربع زائد ستة مربع زائد ستة مربع زائد ستة مربع زائد ستة مربع شحل عنا ديال ستة مربع؟ عنا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة يعني بتعبير آخر عنا ستة ديال ستة مربع يعني عنا ستة ديال ستة مربع يعني هنا يا وحنا كنا عرفوا ستة مربع إذا ضربناها في ستة تعطينا ستة مكعب إذن هنا يجد إذن أنا حاولت نبيين هون بسطة شيء ما إذن دابا إذا بغينا نطبقها على سبعة نفس الشيء إذن عنا سبعة مربع زائد سبعة مربع زائد سبعة مربع زائد سبعة مربع يعني عنا سبعة ديال سبعة مربع سبعة مربع كتعود سبعة المرات إذن دابا إذا ضربنا في سبعة سبعة مربع ستعطينا شحل ستعطينا سبعة مكعب ولكن لو كان هنا يجد ستة ديال سبعة مربع مزيان صحيح إذن ستة في ستة مربع هنا نشوف من أجبناها ستة هذه ستة مربع نعود إلى كتابة ضربية هي ستة في ستة وستة في ستة في ستة هي ستة مكعب نفس الشيء لدينا سبعة في سبعة مربع تقوم بسبعة سبعة ونرجعها سبعة بسبعة إذن هي سبعة مكعب إذن من هنا جاءت وبالتالي نريد أن نطبقها لثمانية ثمانية مربعة ثمانية دلمرة هي ثمانية مكعب ثمانية مربعة ثمانية دلمرة هي ثمانية مكعب وهكذا ونطبقها على أي عدد بشرط أنه يكون لدينا عدد الحدود برقم الأساس بهذا العدد الأساس هذا البعض إذن ننتقل الثمانية السادس وحسب إذن هنا نطبق ذلك الشيء الذي نعرفه نحن نعرفه إثنان مكعب هي إثنان في إثنان في إثنان ثلاث مرات ولكن نحن نحفظها هي تساوي ثمانية ثمانية نضربها في خمسة إذن تساوي أربعون إثنان مكعب هي ثمانية وخمسة مكعب هي مئة وخمسة وعشرون هذا يجب أن يكون لدينا في الدهن بحل إثنان مربع بحل إثنان مكعب بحل إثنان مكعب بحل أربعة مربع بحل ستة مربع أي عدد مربع قل من عشرة يجب أن يكون محفوظ وكذلك بالنسبة لبعض الأعداد بحل إثنان مكعب إذن إذا بحل إثنان مكعب سوف نستعمل فيها الكالكولاتريس وإذا لم نريد أن نعمل بحل إثنان مكعب ألف ألف النتيجة لماذا؟ لأنها مئة وخمسة وعشرين نضربها في جوج ستعطينا مئتين وخمسة ومئتين وخمسة وربعة ألف هنا لدينا إثنان مضربة في خمسة مربعة هي 25 إذن 5 هنا لدينا عشرة لنزval إثنان مربعة وتعطينا 4 في 25 4 في 25 إذن هنا سنزيق نتعني Sharon 4 في 25 لقدgasلتنا هذا هذه كانت تعطينا مئة وهذه تعطينا 1000 حيث لدينا 100 ودربعة في عشرة نزيد السفر هنا سنحسب هذه 2 مكعب وقلنا هي 8 وخمسة مربع 25 وخمسة وعشرون في 8 يسبب 200 حيث 4 في 25 تعطينا 100 ومية في جوج مئتا هنا كيف سنحصل هذه 20 مربع يعني 20 في 20 و40 مربع هي 40 في 40 20 في 20 نضرب هذه في هذه تعطينا 400 وربعة في ربعة تعطينا 16 منزيد الزج الأسفار اذا 1600 هذه تحتاج الكالكيولاتريس 20 في 24 وربعة في ربعين تعطينا 1600 هنا قصنا نضربه 4 في 16 فهي قد نحسبها هنا إذا ضربنا 16 قد عطينا 64 إذا نضرب 64 ونزيد 1 جنش ثلاثة ربعين الأسفار وهذه هي النتجة النهائية ثلاثة الاثرين سنتقل الثلاثة الثلاثة وكامة أضع عداداً مكان النقط سنتقل الثلاثة هنا سنتقل الثلاثة الخمسة مربع مربع. إذن هنا كيف انا سوف نفكر. هنا كان عندي 16 و كانت عندي 5 و الآن هنا 20. إذن كوموت. إذن كوموت. إذن هنا. إذن هنا. إذن هنا. إذن هنا. نحن نحاول نستعمل واحد خاصية ولكنها ستجبرها في الحصة السابقة. حيث إذن هنا 16. سوف نحاول نقوم بقام بتدائية علacje الخاصة المتقدمة. أن آن 16 هو 4 مربع. و 5 هو 5 مربع. وهنا. سوف ندخلهم في مربع واحد بما أن هناك نفس الاس. لنضيفهم نفس الاس بحل بحل. سوف ندخلهم تحت الاس واحد. ستعطينا أربعة في خمسة ستدير شحال 20 مربع إذن العدد للأس الذي سيأتي هنا هو إثنان نفس الشيء هنا لدينا نطق نفس الطريقة 16 في سعود هذه نكتبها مربعة تعطينا أربعة على شكل قوة أربعة مربعة سعود نكتبها تعطينا ثلاثة مربعة نديرهم تحت أس واحد تعطينا أربعة في ثلاثة مربعة ستدير 12 مربعة إذن الأساس الذي سيأتي هنا هو الثلاثة نفس الشيء سنقوم بعمل خمسة إذن مربع لأنه خمسة في إثنان عشر وهنا هنا لا هنا لدينا شيء مختلف لماذا؟ لأن الأس التي لدينا مختلف إذن ما سنقوم بعمل هنا لديه إثنان مربع في خمسة مكعب إثنان مربع هذه سنفصل عليها واحدة الخمسة ستعطينا خمسة مربع في خمسة هذا سندخلهم في أس واحد ستعطينا جوج خمسة مربع و ستبقى لدينا خمسة جوج في خمسة تعطينا عشرة مربع في خمسة إذن هنا لدينا النتائج كل شيء لديناه لدينا عشرة ستعطينا جوج وهنا سيأتي واحد وهذا كل واحد نستطيع أن نحذفه هذا العدب هنا يتعطي الأس واحد إذن نحذفه لدينا أحفل أحفل لخمسة 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 إذن كيب دون ديستان كيب دو ديزويت إذن هنا قد نسحضر القوة وهنا يا فاطيما كذلك جرات ماتر واحد كاري دو سوصنة دوس إذن هنا هضرنا على الكيب و هنا هضرنا على الكاري أولا أغلق الأمير كيب دو ديستان قريب دو ديستان إذن هنا إذن هنا إذن ديستان 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 قريب قبل الضفرات وحالة المنطقة يشارك المنطقة يشارك المنطقة يشارك المنطقة وبالنسبة لفاطيمة الكاغي دو سواصن دوس إذا انتظروا للمسافة او متر نحسبوها هذه الآن سأعطينا 18 في 18 تروى فواء وهذه 72 في 72 دو فواء لأن هذا ستان كاغي وهذا ستان كيب والنتيجة نلقاها بالمتر لذلك سوف نقوم بالكالكول لذلك لدينا 18 في 18 هذا المرات وعندنا 72 72 72 72 كل واحد بالنسبة لريضة 5832 5000 32 متر وبالنسبة لفاطيمة 514 متر اذا هذه المرات من المرات من المرات فاطيمة ب سأتقوم بالنسبة من هنا سنستنتج لذلك كبير قالوا لي يقارن لذلك لدينا هذه كبيرة من هذه لذلك بسك كبيرة من هذه بسك بسك كبيرة من المرات نستطيع أن تقارن أعداد وفي القوة لا تستطيع أن تقول لي يكون كبيرة صعب ولكن لذا حسبت هذا وعندك هذا الرسول وحسبت هذا وعندك هذا الرسول تتحسن من المقارنة لأنصور الدني is 80 caves Bueno 18 فاطيمة 3 وكبيرة وكبيرة et voilà c'est la fin d'année de la science concernant les puissances النجاح في الرياضيات السنة الخامسة ابتداء